وافق مجلس النواب على عدد من مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها وخلال الجلسة العامة أبدأ عدد من النواب مكترحاتهم إذاء مشروع القانون وإرجاء مناقشة باقي المواد إلى جلسة لاحقة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي عقد مجلس النواب الجلسة التاسعة والعشرين لاستكمال نظر مشروعات القوانين بجدول أعماله وخلال الجلسة العامة وافق مجلس النواب على عدد من مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها بينما أبدأ عدد من النواب مكترحاتهم إذاء هذه المواد وإرجاء مناقشة باقي المواد إلى جلسة لاحقة العبارة بعد التعديل للوزير المختص بناء على طلب مجلس إدارة الغرفة توقيع أي من الجزاءات التالية واحد إيقاف نشاط المنشأة كليا أو جزئيا مدة لا تقل عن صلة شهور ولا تزيد عن سنة أو الزمها بأداء مبلغ مالي لا يزيد عن مئة ألف جنيه وهنا إحنا بنجيز للوزير ثلاث حاجات إما إيقاف النشاط جزئي أو كلي أو إن إحنا يضع جزاء مالي فلا داعي لتكرار كلمة يا جزل الوزير في البندو واحد وإحنا حطنا فيه بداية الفقرة في الإجازة للوزير تعديل بتاعي إضافة أيضا فروع الغرف السياحية لأن لو ما أضفتهاش يبقى معنا كده إن ما سيطلق بموجب أحكام هذا القانون مش حقدر إن أنا يعني أقول لا يجوز إطلاقه فرع الغرفة نفسه حيمكن إطلاقه على أي فرع غرفة لأنه لم يرد ذكره في القانون تعديل بتاعي لا يجوز إطلاق مسمى غرفة سياحية أو فرع غرفة سياحية أو شعبة سياحية على غير الغرف أو الفروع أو الشعب المنظمة بموجب أحكام هذا القانون كما وافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة عن القرار الجمهوري بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين مصر والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطية المتقدمة معهد باري للدراسات الزراعية المتوسطية بإيطاليا بشأن مشروع المعرفة المائية وأيضا على تقرير اللجنة المشتركة عن القرار الجمهوري بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول وقبيل رفع الجلسة وافق المجلس على تقرير لجنة النقل بشأن القرار الجمهوري رقم 492 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرد بين مصر وبنك التصدير والاستراد الكوري للمساهمة في تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد الأقصر السد العالي بطول 224 كيلو متر هذا ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة العامة لمجلس النواب على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق الثاني عشر من فبراير المقبل موسيقى اشتركوا في القناة